سؤال تسألته كتير جدا من المتابعين انت ازاي كنت بتشتغلي يوميا تسعى ساعات في شركة تدرسي لغات في كلية صعبة وتطلعي من الاوائل هاو لو انت مهتم بتعرف الاجابة تابع الفيديو للاخر بس قبل كده اعمل لايك للفيديو سابسكرايب وفعل الجرس وشير ويلا بينار يبدأ الفيديو اجابة سؤال ازاي بتجمعي ما بين شغلك ودراستك من غير متأسطري في حاجة هي حسن ادارة وتنظيم اللقط وتوفيق ربنا اقولك كنت بعمل ايه بالضبط فلو انت مهتم تابع الفيديو ده للاخر بصوا يا جماعة ومبدئين كده الموضوع ده مش مستحيل خالص هو الفكرة كلها انه هو محتاج ان انت تبزل مجهود شوية عن مجهودك العادي وهو مجهود كبير الى حد ما بس الموضوع مش مستحيل لان انا كنت محتورة جدا جدا قبل ما ابتدي شغل في شركة شغلة رسمي جانب دراستي لاني كنت برتب من الاوائل وفي ناس كتير اوه مصحيتني او معظم الناس منهم اللي يحبوني بيخافوا عليها جدا ومصحوني ان انا مقبلش على الخطوة دي خوفا علي من ان انا منجحش فيها لان الموضوع فعلا محتاج مجهود جبار بس انا باكد لك اهو بعد شغل سنتين جانب دراستي وفي السنتين كنت باطلع من الاوائل الموضوع مش مستحيل خالص هو الى حد ما عايز مجهود مدام انت لويت فاعقلها وتوكل اول حاجة انا كنت بعملها كنت على تواصل دائم بزميلي في الجامعة بشوف هم خدوا ايه بمعنى هم خدوا عشرين صفحه مثلا في الاسبوع اللي فات تمام كده الجامعة مسابقاني باسبوع بس كويس انيام سابقاني باسبوع فقط مكنتش بسمح لنفسي انيات سابقني باكتر من اسبوع ساي هم خدوا عشرين صفحه في الاسبوع اللي فات تابع لمادة معينة فكنت بقسم العشرين صفحه دول على خمس ايام الاسبوع فيه سبع تيام انا عارفة بس انا كنت بقسمهم على الخمس تيام بس علشان خاطر فيه يوم في الاسبوع انا بفصل فيه عن كل حاجة كل حاجة بالمعنى الحرفي مينفعش اذاكر مينفعش اشتغل مينفعش افتح الكتاب اتفصح واروح وايه علشان انا مش مكنة انا بني ادم فمحتاج ان انا اريح علشان اعرف ان انا اكمل تاني ولو هعتبر من انا مكنة فانا محتاج ان انا ريح واشحا علشان اقدر اشتغل الاسبوع اللي بعده فاول حاجة كنت بشوف مثلا خدنا مثلا انجليش مثلا فالانجليش خدنا فيه عشرين صفحه اذا انا هقسم من عشرين صفحه دول على خمس ايام كل يوم اربع صفح الاربع صفح دول هيتقسموا على اليوم مثلا الصبح صفحتين وبعد الشغل صفحتين تمام كده وكنت بقول هذكر الصفحتين بذكر الصفحتين طبعا احنا ما كناش بناخد بالقدر اللي هو عشرين صفحه في الاسبوع كان الموضوع بيبقى يقل شوية وحين كنت بنتزنق بس ربنا كان بيسهلة الفكرة كلها ان انا بقسم الوقت ويبقسم المنهج على اليوم اللي عندي بمعنى انا بشتغل تسع ساعات كنت بصحة لو انا مثلا مشفت عشرة كنت بصحة الفجر الفجر كنت بنامع على فكرة خمس ساعات بس او ستة بالكتير او خمسة يعني وحين كنت بنامع 4 ساعات نعرف ان الموجود كان جبار بس صدقوني يستهل ان انت تختصر سنتين من عمرك يعني فكنت بنام خمس ساعات او ست ساعات على حسب وممكن تناموا اكتر من كده لو انتم منظمين اكتر مني كنت اصحة الفجر اصلي الفجر اهم حاجة اصطاله طبعا ان ربنا سبحانه وتعالى دايما بيسابورت البني ادم اللي دايما بيرعي الفروض بتاعته الى خلق انا مش متدينة اتمنى ان انا اكون متدينة بس علاقتك بربنا اهم من اي حاجة والله فكنت اصحة اصطلني الفجر طبعا مذاكرة الفجر دي ليعل عليها دماغك بتبقى متفتحة كده وكنت دايما ببدأ بالصعب يعني ببدأ بالاسعب فالاسهل 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 لان انا لو خلصت الصعب كان بحيث بآه راحة نفسي كده ويungkin اللي جاي سهل اللي جاي سهل كنت دايما ببدأ بالمادة الصعبة التي او الالكتراتورة دي كان اكتر مواد القذرة اللي خنقاني حرفيا كنت دايما بجب فيها امتياز مع اني ما كنتش بحاجة بها بس كنت بتعمد ان انا ابدأ بها يومي علشان خلاصها بسرعة بسرعة واشوف الي بعدها كنت اذكر من الساعة خمسة الفجر لحد الساعة تمانية تمام بعد تمانية قلب السدومي وارجع البيت الساعة عشرة بالليل اذكر صفحتين في ساعة ونام كده المادة نخصت معي طبعا الاسبوع يعني احنا قد منخذ ثلاثة واربع خمس مواد وعلى فكرة الكلام ده ينطبق على الكليات النظرية الكليات العملية الموضوع صعبة جدا وانا منصحش بيه قوي لو انت في كلية عملية الموضوع حيبق صعب جدا جدا بالنسبة لك او خلية مظرية انا كنت في اداب او انت في قلسن او اي خلية مظرية الموضوع سيبقى سهل بالنسبة لك او اخف شوية من الخليات العملية حوظة الفيديو ده مش لقى اي حد في تبقى علشان ما حدش ايه علشان انا عارفة هم وقتهم بيبقى صعب ومزنوق ازاي فزي ما كنت بقول لكم كده كنت بحاول لانا اقسم يومي واقسم المواد على يومي وكنت بقول لأ 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 لأي حد بيحاول ان هو يعطني هو مش قاصل يعني حد من اصدقائي كلمني عايزني في وقت انا بذكر فيها اقول له انا اسفة مش اقدر ارد عليك دلوقتي بعد ما خلص مذاكرتي هرد عليك في البريك واكلم معي في الوقت المسموح ليه وارجع تليه ما تقوليش انا محرج ما تقوليش انا مكسوف ما تقوليش لا ما اصلا هو الشغل شغل وقت الجد جد وقت الهزار هزار فحاول انت تحكم نفسك في الموضوع ده لما ابتدي مذاكرة ببعد عن اي مشتتات فيسبوك تويتر وواتساب اللابتوب بتاعي عليه الدروس بتاعتي وبس الموبايل اقفله كده لو انت بذكر موبايل بس يبقى الموبايل ما تفتحش عليك اي حد العلاقة من فيسبوك شفرهم امسحهم من عندك حاول انت تحكم نفسك بوقت معين وقت المذاكرة بتاعتي كنت دايما بحاول ان انا كافق نفسي واشجع نفسي اكتر يعني انا قلت يا لا والله يا ابت يا لا لو انت ذكرت الصفحتين دول هجيبلك شوكولاتة هتاكل الشوكولات اللي انت نفسك فيها ومحكمش على نفسي ان انا اكل الشوكولات الا والصفحتين خلصانين مش اقول الشوكولات وانا بذكر كده لا لازم يبقى فيه محفز ليا ان انا اقدر ان اكمل حاجة بتسابورتني علشان خاطر انجز وخلص بسرعة من اهم الاساسيات اللي كنت بعتمد عليها هي تو دو لست اللي انا بعرف اعمل لستة لستة مهام امشي عليها ومفيش حاجة اسمها جدول مهام اعمله قبلها باسبوع التو دو لست بتاعتي بتتكاريت او بتتعمل اول ما بصحة من نومي او قبل ما نام يعني انا هنام دلوقتي بكرة هعمل ايه؟ واحد اتنين تلتا وبحط مهمات انا اقدر اعملها مش بحط كل المهمات الكونية اللي في الدنيا وقوم حطها في التو دو لست بتاعتي بتاعت بكرة واصحة بكرة اعمل واحدة بس وقعد عاية ان انا معرفتش اعمل الباقي اقدر نفسك وشوف صحتك تقدر تعمل قد ايه وتقدر تنجز قد ايه وحط على قد قدراتك انا مش بقلم منك خالص بس اي بني ادم نامنا بيبدأ بيبدأ بالحاجات البسيطة وبعد كده بيزود ويحمل عليه الشغلة اكتر واكتر واكتر انما متحطش المهم الكونية كلها عندك في التو دوليس وتصحى مترفش اعمل اي حاجة وتحبط نفسك انت كده مش بتتصرف صح فباختصار كده مختصر الفيديو ده انا كنت بوفق ما بين دراستي وشغلي تنظيم الوقت بالتو دوليس اللي انا كنت بعملها وكنت بعملها قبل يعني قبل اليوم اللي انا هعيشه يعني قبل اليوم اللي انا همر بيه او المصحى من النوم بيديوات وبمنتجها وصورها وسكريبتات وكل الكلام ده وكنت بذاكر وكنت باشتغل بس الفكرة كلها في تنظيم الوقت اتعلم تقول لا في الوقت اللي مش مناسب وحكم نفسك وانت بتذاكر ان انت تبعد عن اي مشتتات تانية ثالث حاجة بتعملها حافظ على صلاتك واصحى بدري مذاكرتك بدري احسن في الناس بتحب تصهر براحتها بس ابدأ دايما بالمادة الصعبة تمام بس يفضل ان انت تصحب دليل ان المخ بيبقى متفتح جدا على الفجرية كده بس هو ده اختصار الفيديو اذا كنت بجمع بين شغلي وبين دراستي وبحاول انا مقصرش في الاتنين اولا ما كنتش اكسلنت قوي اكيد بقى احفظ رب معين اكيد بيجيلي وقته وبحس باحباط ده طبيعي جدا بس مش عاب ان انت يجيلي باحباط او ان انت تحس ان انت بتقع العاب ان انت تفضل في مكانك فهمني فلو انت عايز يعني تقبل على الخطوة دي انا مشجع وقولك انا كنت يعني تعبت في الاتنين وفي نفس وقت بديتك السر اللي خلاني اوفق ما بيني الاتنين واختصر سنتين من حياتي تمام كده بس ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير والسبسكرايب للشانل لو انت اول مرة تشوقني القناة دي هتلاقي عليها قرصات ليها علاقة باللغات سواء انجليش او ايطالي والقناة دي قناتي الجديدة ما تنساش ان انت تشترك فيها على محتوى مختلف تماما بس هيجبك انا متأكدة اعملوا سبسكرايب للشانل دي والشانل دي تقدم كورصات مجانية 100% لعلاقة بالفارشاب والمونتاج انا شخصيا بتعلم منها تعلمت منها الانيميشن وتعلمت منها المونتاج وتعلم لطي الفارشاب فبشجعك ان انت تشترك فيها شغلان دي الاساسية اصلا ان انا ايطاليان انستر اكتر عندي كورسز موجودة بشكل مجاني على الشانل هنا لو انتو دخلت وشفتوها هتستفدوا منها جدا لو عايزين كورس بروفشنل اكتر بيبدأ من السفر اه لالبيجانرس بشكل عام هتلاقوها على يوديمي انا عملا فيديو كامل بيتكلم عن الكورس ده شوفوا اللي رايحكم واتجهوا لي بس كده لف لف حلوة في القناة هتلاقي فيديوهات هتعجبها جدا 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 من مجالات مختلفة هذا هو ن round of video هتعجبها جدا 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 جميل وماسيطتوا لف each game